صبع الخير اليوم اتمنى منكم ان انتم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لان الواحد يتعب في القناة يتكلم عن حاجات منها الأغاني ومنها الشعر ومنها محمود درويش ومواضيع وفلام تسجيلية وأحاديث انا بحاول ان انوع لان هي قناة من المفروض انا بعتبرها قناة انا بحط فيها اللي انا بحبه واللي انا حب ان الناس تحبه هذا التنوع من الثقافة من قصائد مغنى لأحاديث لأشخاص انا حطت حديث مع توفيل حكيم وحديث دلوقتي حطيت من كم يوم مع احمد رامي واحاديث عن فريد الأطرش وأغاني وقصائد من ألحان فريد الأطرش او رياض الصنباطي او الأغاني العظيم المهم يريد تعملوا لايك وسبسكرايب والنهاردة انا هكمل الكلام عن مسلسلات رمضان انما هو مسلسل لم يزع في اي قناة تليفزيونية هو اسمه حارس القدس هذا المسلسل هو عن قصة حياة وانا كنت بتكلم عن نحن محتاجين مسلسلات عن حياة أشخاص العظيمة اللي أثرت انا اتقابلت بهذا تلاعلي هذا الزر لما شافوا الموضوع اللي انا بتكلم به في يوتيوب راح مطلع لي حارس القدس وهو عن قصة حياة المطران إلاريون كابوشي جورج إلاريون كابوشي اللي هو مطران سوري روم كاتوليك سوري من حلب وكان مطران الأوتس في أواخر الستينات وأول السبعينات وهذا المطران هو للأسف لم يعطى حقه يعني حتى في حياته لأن أنا فكر في مصر مثلا حتى زمان في الثمانينات والتسعينات كان دايما الأهرام مثلا وكذا كان بيحط خبر صغير إن تم التحقيق معاه من قبل السلطة وهو كان دايما بيلاحق في منفاه لما راح منفاه في روما هو ابتدت حياته وتولد في حلب ألف سعمائة وعشرين وبقى كاهن في ألف سعمائة تمانية وربعين ولما كان كاهن في سوريا هو ساعد المنكوبين اللي راحوا سوريا بعد الحرب تاعة تمانية وربعين وهجروا وراحوا سوريا هو كان بيساعدهم في المخيمات هناك ثم وظل يدافع ويساعد أهل البلد والفلسطينيين وهو كان له تاريخ أيضا مع نضال ضد الاحتلال الفرنسي في سوريا وكان من صغر السن وبدأ هذه الرحلة من النضالات بعدين هو أصبح مطرانا لطائفة الروم الكاتوليك في القدس سنة 65 ومن هنا بدأ التشابك والتفاعل والنضال ومن هنا بدأ التشابك والتفاعل والنضال ضد يعني مش عايز أنا أذكر أسماء بلاد ولا شعوب مش عاوز القناة تتقفل أنتوا فاهمين أنا أتكلم عن مين المهم أننا نوصل للمعنى لأن لأن تكسبوا حاجة نكسب حاجة لو القناة تقفلت أنا تعبان فيها الصراحة ويا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب لأننا نريد أن نقدم فكر ومواضيع حتى إن كنت لا أوفق في بعض الكلام أو لا أوفق في بعض الكلام فسمحوني بس نحاول المهم المعنى والمهم الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه المهم كان له هذا النضال إلى أن نفوه لروم وحتى بعد النافي ظلوا يلاحقوه وظل دايما فيه تحقيقات وهو أيضا كان له في في ألفين و تسعة و ألفين و خمستاشر أعتقد فأكتر من البواخر اللي كانت بتروح تساعد الحصار أو الناس المحاصرة و أكتر من مرة كانوا يقبضوا عليه في الباخرة وهو كان مسبب رعب له المهم أنا بشوف أن المسلسل جميل جداً ومن تأليف الأستاذ حسن ميم يوسف مؤلف سوري ومن إخراج المخرج بس الخطيب طبعا بس الخطيب له تاريخ ومعروف حتى في مصر ومعروف في معظم دول العربية لأنه أخرج مسلسلات كثيرة وعن شخصيات وعن أحداث عظيمة العامل الجزء وهو شاب اسمه إهاب شعبان ممثل جداً وممثل العظيم رشيد عساد ومن الأشياء التي اكتشفتها برضو مؤخراً وقردتها أن كان هناك ممثلين كثيرة جداً عاوزين يعملوا قصة حياة هذا الموتران وقصة كفاحه ونضاله من نور الشريف حتى في رئيس الفشاوي في أكثر من موقع أعطين حديث مع معمونة الشازلي يتكلم عن الموتران إنما للأسف توفي ونور الشريف أيضاً وسمعت أنه حتى رجدي أباضة يعني شوفوا رجدي أباضة من الثمانين لأنه هو الموتران نوفي في منتصف السبعينات فهو رجدي أباضة كان شكله عاوز قبل ما يتوفى بكم سنة كان عاوز يعمل قصة حياته طبعاً كان يريد كان يتعمل أنا كنت مثلاً من المصريين كان يريد واحد مثل أحمد ماظر كان يعمل قصة حياة هذا الموتران العظيم أن أحمد ماظر بشخصيته وقوة وكان يليق في الدور كواحد مناضل وكواحد له شخصية يعني فيها الفروسية كان من الشخصيات الأخرى مثلاً في الجيل الثاني ما بعد أحمد ماظر كان ممكن نور الشريف يعني في الجيل الفشاوي كان ينفع من الجيل الثاني لا أعرف يعني أنا أرى أن في الممثلين ممكن كان محمود ياسين أنا أعتقد أن رشيد عساف أنا أحب رشيد عساف يعتبر أسلوبه قريب شوية لأسلوب محمود ياسين مع اختلافات وفحجات إنما مش هنطول في الموضوع دوا إنما كان يريد تتعمل قصة حياته من زمان ويبقى فيه أكثر من عمل يعني هو مش لازم يبقى عمل واحد لما شخصية عظيمة زي كده ممكن تتعمل بأكثر من عمل أكثر من وجهة نظر أكثر من موضوع بتتخذ أكثر من زاوية لأن ممكن أن تأخذ الموضوع من الجاوية الفلانية من الموضوع من الجاوية الفلانية إنما هو يعني حتى الفيديو هنا محتاج هو أكثر من جزء إنما هذا الجزء هو أحب أن أنا أوضح كمان إن من أهمية شخصية المطران إلاريون إنه كان بيقدم الصورة الحقيقية ووجهة نظر المسيحيين العرب للقضية للغرب يعني الغرب يعني الغرب كان عنده صورة خاطئة عن رأي المسيحيين العرب في القضية هو أخذ من نفسه كده هو الغرب دايما حطت لنفسه صورة دايما لا هما بيعرفوا لغتنا يعني أكثر من مقال منشور هنا في الجريدة الأمريكية إن لا يمكن أن تعرفوا ما يحدث ما يحدث في العالم العربي وأنتم لا تجدون لغتهم وأنتم لا تجدون لغتهم وأنتم لا تجدون لغتهم يهما المعلومات تجدون لهم مشوهة لأن من يترجم لهم ما يحدث يعني يغالط في الحقيقة و هم عملوا لنفسهم صورة و حاولوا أن هم لا يريدون أن يغيروها وأسوأ أن الإنسان يكون عنده صورة خاطئة ويظل على هذه الصورة حتى بعد ما تظهر له الحقيقة لأنه ليس عيب أن يكون عندك صورة خاطئة عن شعب أو ناس أو أي كان إنما العيب أن تظل لديك هذه الصورة خاطئة حتى بعد ما تظهر لك الحقيقة وتعرف الموضوع بجد فهنا هذا المطران لا شك هو شخصية عظيمة عربية ناضلت ويجب أن تكون جزء من التاريخ وأن تعرف بالدراسة في المقررات المدرسية في التاريخ عندما يتكلم عن الحقبة بتاعت من 48 إلى 73 هو كان جزء منها ف يريد تتحقق أمالي ونكمل الموضوع عن هذه الشخصية العظيمة مرة أخرى ونشوفكم على خير إن شاء الله السلام موسيقى موسيقى